قبل أن نتقل لأنتوني مورست وتتكلم عليه بشكل صحافة تكلمت عليه إزاي وهو تقدر إزاي أنا أريد أن أقول نقطة مهمة جدا إمام عشور وارد يكون أساسي بكرة وارد ما لعبش وارد يشارك كل شيء وارد إمام عشور لعب كبير وإحنا عارفين إنه لعب كبير ومجربينه في الدور المصري ولعب دولي وكل حاجة ما نحطش عليه ضغط يبقى ضغطه أكتر ما هو مضغوط ومش إمام عشور بس بالمناسبة كل اللعيبة يا جماعة كل اللعيبة الجديدة والقديمة إحنا بنبدأ موسم إحنا بنبدأ موسم وأي شيء وارد الراجل راجع من إصابة بقاله فترة ما بلعبش وما بيشاركش فيها بالإصابة جاي من الدنمارك من أجواء مختلفة فطبيعي إنه ممكن ما يدكش مية في المية لو مستر كولر إداله وهو شايف إنه مناسب للمباراة وما كانش موفق فده ممكن ما يكونش أداء إمام عشور اللي إحنا متعودين عليه فبالتالي نسنده جمهور النادي الأهلي متعود يحمل لعبته متعود يبقى في ظهر لعبته بأي شكل من الأشكال وبيرفع لهم الضغوط ويدعمهم في الملعب ده دور جمهور النادي الأهلي الحقيقة اللي إحنا متعودين عليه يعني لأن الطبيعي لعيب جاي بعد فترة توقف كبيرة بالنسبة له هو شارك عدد مطشط قليلة في الدنمارك يعني فده بالنسبة لي إحنا لازم نبقى كجمهور النادي الأهلي عندنا الوعي الكافي إنه إحنا ندعم كل اللاعبين جميع اللاعبين هنحميهم كويس أو إحنا بنبتدي موسم يا جماعة خارجين من موسم محققين فيه إعجاز بكل المقاييس فإن شاء الله نكمل بنفس الطريقة اللي نهينا بيع الموسم النفات نروح لأنتونيو مودست اللي في حوار للموقع الرسمي للنادي الأهلي أكد إنه اختار الانضمام للنادي الأهلي رغم إنه كانت عنده فرص كتير جدا منهم في تركيا مثلا فرصة وإنه كان يتمنى البقاء في ألمانيا لإن عائلته كانت مرتاحة هناك وحاسة بالراحة في المكان ده ولكن لما جات له الفرصة للنادي الأهلي بقى كالطفل صغير وفضل الانضمام للنادي الأهلي وأضاف إن أصدقائه أخبروه إن مصر بلد جميل للغاية خاصة إنه مجاش قبل كده ولا زار مصر من قبل لكن هناك هنا الآن يستمتع في هذه البلد الرائع بجانب أصدقائه طبعا أصدقائه حدثوه أيضا عن الأهلي وقالوا لهم ده شيء بهم بيتكلموا عنه يعني هم كفر حالة جدا يعني وتطرق مدزة الحديث عن مارسل كولر المديل الفني للأهلي قال لما سألني هو أكلمه التواصل معاه يعني وسأله إن كانت مهتم بالمجيء إلى النادي الأهلي مؤكدا أننا سنشعر بفخر وفرحة كبيرة وسأحرز العديد من الأهداف لأنه فريق هجومي ومن ثم سيكون لديه الفرصة للتشجيل وأحراز الأهداف وعن أهدافه مع النادي الأهلي في الموسم الجديد قال بشكل عام أتمنى أن يكون الموسم المقبل أفضل من الموسم الماضي ولأنهم فازوا بكل البطولات في العام الماضي فبكل تأكيد سنحاول أن نفعل أشياء ذاته للمساهمة في كتابة التاريخ وشار مولست إلى أن المشاركة في النادي الأهلي في المنديال الأندية اللي جاء للمرة التسعة في ديسمبر المقبر لم تكن السبب الوحيد لارتداء الفنينة الحمراء حيث أنه رغب في المجيء إلى الأهلي لأنه نادي له تاريخ كبير حيث يقولون دائما في أوروبا أنه النادي الذي يلي ريال مدريد وأنه ريال مدريد أفريقيا وهو شيء رائع بالنسبة له وأن ينضمن النادي الأهلي بجانب أنه شاهد عدة مباريات للفريق كان بها حماس كبير للجمهير وهو ما ذكره بمشواره مع كولين والنجاح الذي حققه معهم تخيلوا يا جماعة لما يبقى عندك فرص في أوروبا وفرص كتير جدا وتختار النادي الأهلي النادي الأعظم في طريق أفريقيا النادي اللي هو مصنف عالميا من أكتر الأمدايا اللي عندها بطولات في العالم رقم اثنين يعني قريب أنه يبقى رقم واحد عادي فبالتالي هو اختار اختيار زكي جدا وراجل عمده مسيرة كبيرة جدا هو كمان هيزودها بوجوده للنادي الأهلي شكرا